بوادرها بدأت تظهر في السماء الجهات الرسمية أطلقت تحذيراتها وأعلنت حالة الطوارئ والسكان في حيرة من أمرهم بعد أن ربط الكثير من المحللين بينها وبين اقتراب وقوع الزلزال في سوريا فما طبيعتها ومتى موعدها ظاهرات فلكية تبك حسابات السوريين وتبث القلق في قلوبهم الجهات المعنية أكدت حدوثها وحددت موعدها بوادرها بدأت تظهر في السماء فهل لها علاقة باقتراب الزلازل؟ الجمعية الفلكية السورية أعلنت أن سوريا على موعد مع ظاهرة فلكية غريبة خلال الأيام القادمة شرحت علاقتها الفلكية بالزلازل في ظل تخوف عدد كبير من الناس من حدوث تلك الظواهر وربطها بكوارث طبيعية من الممكن أن تحدث حقاً سوريا ستكون على موعد مع ظاهرة تسمى ظاهرة القمر الثاني في الفترة ما بين 29 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 25 نوفمبر المقبلة تلك الظاهرة عبارة عن دوران كويكب صغيرة يطلق عليه اسم القمر الثاني حول الأرض حيث يبلغ قطر الكويكب 11 متراً ويسمى في علم الفلك بي تي 20245 القمر الثاني أو الكويكب سيدور مرة واحدة ثم يغادر إلى أجزاء أخرى من النظام الشمسي هذه الظاهرة تم اكتشافها حديثاً من قبل بعض الباحثين إذ أطلقوا عليها اسم ظاهرة القمر الثاني وحول إمكانية رؤية الظاهرة بالعين المجردة قالت الجمعية إن رؤية الكويكب بالعين المجردة أو عبر تيليسكوب الهواة من المرجح لا يكون ممكناً وبالنسبة لتشكيل هذه الظاهرة الفلكية على كوكب الأرض الجمعية تعهدت بأنها لن تشكل خطراً على الأرض ولا علاقة لها بالزلازل كما يحاول البعض الربط بينهما مصطلح القمر الثاني أو القمر المؤقت كما يفضل بعض الباحثين أن يطلقوا عليه هو عبارة عن جرم سماوي صغير الحجم وفي الأحوال العادية يكون هذا الجرم كويكباً هذا الكويكب يتم أسره من خلال الجاذبية الأرضية حيث يدور لفترة قصيرة من الزمن حولها قبل أن يهرب إلى الفضاء وقد يسقط في بعض الأحيان على الأرض دون أن يشكل خطراً عليها باحثون في جامعة كومبلوتينسي في مدريد كانوا قد اكتشفوا كويكب صغير سيدور حول كوكب الأرض في الفترة ما بين 29 سبتمبر الجاري حتى 25 نوفمبر المقبل وقدم رصد هذا الكويكب للمرة الأولى باستخدام تليسكوب أطلس في جنوب إفريقيا هذه الكويكبات أو الأقمار الصغيرة هي عبارة عن أجرام سماوية مؤقتة تدور حول الأرض لفترة قصيرة من الزمن قبل أن تغادر إلى الفضاء الخارجية وبعد هذا السر وتلك التحليلات هل تعقب ظاهرة القمر الثاني زلازل في المجال السوري؟ أم أن الأمر لا يخرج عن كونه ظاهرة طبيعية تحدث في ذات التوقيت من كل عام؟ هذا ما سنكتشفه الأيام القليل القادمة